السلام عليكم ورحمة الله هذا الفيديو عاجل من المديرية العامة للتعليم الأهلي والأجنبي تعلن ضوابط الانتساب والفئات المشمولة حصلت موافقة معاني الوزير المحترم على دوام قبول التلاميذ والطلب الراغبين في الانتساب للعام الدراسي 2021-2022 على وفق الضوابط التالية أولا الحالات السرطانية أثنيا الحالات المرضية المعززة بالتقارير الصحية الصادرة من اللجان الطبية ثلاثة أبناء المبتعثين خارج العراق أربعة الحالات الأمنية خمسة يمنع منعا باطن الغاء الانتساب في حال صدوره ولأي سبب كان أن يكون آخر موعد للدوام بالانتساب لغاية بداية امتحانات الكورس الأول ونصف السنة طبعا هذا توضيح الفيديو خاص نظام الانتساب بس هو أول مرة يشمل جميع المراحل من الأول الابتدائي إلى السادس الإعدادي بس هذه السنة وزارة التربية أنطت شروط يعني مو مثل العام يعني أي طالب مقبول بنظام الانتساب هسا لا يعني شروط أولا يقول فقط الحالات السرطانية فقط الحالات السرطانية هم يقدر يقدم على نظام الانتساب والحالات الأمنية يعني أبناء الضباط أو أبناء المسؤولين هم يقدر يقدم على الانتساب ويقول يمنع منعا باطن بإلغاء الانتساب يعني إنت مثل سجلت نظام الانتساب بعديا ما تقدر تلغيه ويكون آخر موعد للدوام بالانتساب لغاية بداية امتحانات الكورس الأول ونصف السنة مثلا يعني الامتحان تهسه ما تداوم ولا يوم انت سجلت بنظام الانتساب ولا تنتحن امتحانات شهرية فقط تنتحن بنصف السنة والكورس الأول ونهاية السنة والكورس الثاني يعني من تمتحن بنهاية الكورس راح يعتبرو لك من مية بالنسبة للمراحل الغير المنتهية أما بالنسبة للمراحل المنتهية طلبة الصف الثالث الابتدائي والثالث متوسط والثالث الاعدادي من تمتحن نصف السنة راح يعتبرو لك كسعي سنوي هذا توضيح خاص بالنسبة لنظام الانتساب